جميع الأحياء التي تشهد كثافة سكانية للسوريين فيها كهذا الحي في غاز عنتاب تم حضرها من تثبيت العنوان من قبل مديرية النفوس للأجانب نجيب في هذا التقرير عن الأسئلات حول المناطق المسموحة والمحظورة وإلى أين يتوجه السوريون لتثبيت عنوانهم الجديد قرابة مئة حي تم حضرها داخل المدينة عدا عن أحياء في الأقضية التابعة للولاية وبعض القرى المحيطة بالمدينة غير أن ستين حيا لم تحضر والانتقال إليها مسموح كأحياء جونيش، جونيكينت، أكينت وقراتاش في الغرب وغازي كينت، شيرين إفلر، وسيران تيبي في الشرق وتوضح الخريطة المناطق التي يسمح الانتقال إليها باللون الأخضر أما المحظورة فهي باللون الأحمر الهدف من القرار تقول السلطات هو التوزيع العادل للأجانب في تركيا حيث يمنع انتقال ساكن جديد للحي الذي يحتوي أكثر من 20% من الأجانب في مناطق محظورة وفي مناطق مسموح لهم فيها يثبتوا فيها من شئ ست شهر قبل كانت وين بدك تثبت نفسك؟ ما عندهم مشكلة بس هلأ بهاي الفترة صار شوي صعوبة لبعض الناس البيوت صارت في مننا منطقة محظورة نحن عطونا مناطق محددة يعني أنه تروح تثبت مثلا بالإبراهيم لي بس فيه ناس ما خرج تروح تسكن بالإبراهيم لي منطقة كتير غالية الناس عبترغب هون جناش وفيه يعني عدد آي كنت مثلا غازي كنت فيه يعني لك مناطق فيه خرج يروح بدون بدون أي صعوبة بتروح بتسجل من عصلي مليوني نسمة يقتنوا إلى يتغازي انتاب ما يقارب نصف مليون سوري بحسب الإحصائيات الرسمية تحولت الأوراق القانونية للسوريين في الولاية إلى معاناة متجددة يعملون أن تنتهي في القريب وعلى العادل تلفزيون سوريا مدينة غازي انتاب